أخلمنا فيها مبارح بالمناسبة أحمد سيبت تتكلم فيها مكان موجود معايا وأنا هتكلم فيها تاني النهاردة لأنه أنا بطلب من لجنة المسابقات ورابطة الأندية أن يكون هناك عدل قبل بس ما تكلم فيها في هذه النقطة الناس هتوقت تقولي أصله أنت بتقول كده عشان تبرير أنا ولا بقول كده تبرير ولا بقول كده تطبيل ولا بقول كده في مثل هذه الأمور ولكن أنا بقول كده الديني حقي أتغلب بقى أو أكسب أو تعادل دي حاجة تخص النادي الأهلي لكن أن أنت ما تدينيش حقي ولا تقيم العدالة ما بين التمنتاشر نادي أو على الأقل الأندية المتنفسة يبقى لازم يبقى هنا فيه وقفة يعني مثلا الأهلي لعب مبارح أمام فارقه يوم عشرين أو لعب يوم فارقه يعني يوم عشرين وبعد كده لعبنا أمام سموحة يوم خمسة وعشرين وحنلعب ضد سراميكا يوم تمانية وعشرين يعني قبل ماتش سموحة خد أربعة أيام راحة طيب سموحة خد راحة كم يوم؟ قبل ما يلعب الأهلي سموحة لعب الاتحاد السكنداري يوم تسعتاشر أهو أمام حضراتكم وبعد كده لعب الأهلي يوم خمسة وعشرين يعني سموحة وهو جاي يلعب النادي الأهلي واخد يوم زيادة طيب سراميكا كلوباتر آخر مباراة لها كانت يوم كام؟ قبل ما يقبل الأهلي كانت يوم تلاتة وعشرين وحيلعب مع الأهلي يوم تمانية وعشرين على الرغم من أن النادي الأهلي لعب سموحة يوم خمسة وعشرين وحيلعب سراميكا يوم تمانية وعشرين يبقى سراميكا مريح يومين زيادة عن النادي الأهلي وطبعا ده مش عادل ليه النادي الاهلي ياخد راحة اقل من الفرق الاخر طيب تعالوا نشوف نادي الزمالك وش معنى نادي الزمالك لانه نادي الزمالك اللي بينافس النادي الاهلي على القمة نادي الزمالك لعب امام المقاولين مبارح ولعب امام الحرس يوم عشرين يعني خد راحة كام؟ اربعة اياه طيب المقاولين لعب امتى قبل ما يقابل الزمالك؟ لعب المصري يوم واحد وعشرين يعني خد ثلاث يام بس راحة قبل ما يقابل نادي الزمالك انا ما بحسبش طبعا يوم المباراة يعني المقاولين خد راحة اقل من الزمالك طيب الزمالك عنده الاسماعيلي والزمالك لعب يوم كام؟ خمسة وعشرين حيقابل الاسماعيلي يوم كام؟ تسعة وعشرين طيب في ده متساوين لانه الزمالك حيلعب الاسماعيلي يوم خمسة وعشرين والاسماعيلي لعب يوم انا اقاسف يوم تسعة وعشرين والاسماعيلي لعب المصري يوم خمسة وعشرين طب هو ليه ما بيحصلش كده مع النادي الاهلي؟ وليه الفرق اللي بتقابل النادي المنافس للنادي الاهلي؟ بتاخد راحة اقل من الفرق اللي بتنافس النادي الاهلي؟ او الفرق اللي ضد النادي الاهلي؟ لازم ناخد بالنا من مثل هذه الامور انا باستغرب جدا وكل اللي انا بطلبه هو العدالة نتائج الفريق دي بتاعت الفريق وبتاعت الجهاز الفني ومع جماهيرهم مع جماهيرنا كلنا جماهير التوسان محدش لقى علاقة بهذا الامر انا هنا بخاطب لجنة المسابقات يجب ان يكون هناك عدالة في تطبيق او في مواعيد كل المباريات الفرق اللي بتقابل الاهلي يا فندم لكل اعضاء لجنة المسابقات بمنتهى البساطة كلام اللي انا قلته الفرق اللي بتقابل النادي الاهلي بتاخد راحة اكبر من الفرق اللي بتقابل نادي الزمالك في المباريات اللي بيلعبوها ده بمنتهى البساطة هل ده طبيعي معرفش هل ده عادي معتقدش الفضل حضراتكم بس حد يرد علينا ويقول لنا ليه ده بيحصل قد يكون فيه اسباب معرفش قدنا حنشوفه حننتظر ونشوف الكلام ونرد على كل هذه الاسئلة اتمنى ان يطلع علينا حد ويقول لنا ايه اللي بيحصل في هذا الامر مهم جدا ان انا كنت اتكلم برضو في هذا الموضوع لانه موضوع بالنسبة لنا يمثل انت لما تيجي فرقة لو انتوا الاتنين زي بعض لعبين تلات ايام وتلات ايام ما بين المباراة والمباراة تلات ايام بتبقى الامور خلاص انت عارف اليوم بيفرق الساعة بتفرق مع الراحة الساعة بتفرق في الراحة يعني انبالح ميستر كولر في المؤتمر الصحفي وهو بيتكلم قال ايه قال يعني يا جماعة انا بلعب زي اللي حصل انا حلعب الحد الاتنين من نهاردة تمرينة خفيفة بكرة تمرينة برضو خفيفة اللي اربع مباراة يبقى خلي كل الفرق بيحصل معها كده طالما الموضوع ماشي بهذا الشكل لانه العدالة ان يتم تطبيق فترات الراحة على جميع الفرق المتنفسة اتمنى ان دا يحصل ويكون في رد خلال الايام القادمة